إلى الجسر الرابط بين منطقة دويد وشارع الوفود في محافظة البصرة حيث أن الجسر متهالك وآي للسقوط دون القيام بصيانته من قبل الجهات الحكومية المقتصة أحد المعممين في البصرة يتحدث في المقطع التالي ويقول بأن الجسر لم يتم صيانته منذ عهد النظام السابق دعونا نشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني العزاء هذا جسر دويد عبره إلى آلاف البشر إحنا منطقة سكنية يؤدي إلى شارع الوفود الجسر متهالك وآي للسقوط يعني هاي فقط الخشبات وهاي الشلمانات اللي زي يشوفهم مرتكزات على ذاك الطابوق الطابوق هذا كله متفطري لدي يوقع طبعا الجسر تعبر عليه باليوم مئات السيارات طلاب مدارس عمال موظفين يعني مطقة كاملة تعبر على هذا الجسر الجسر من زمن صدام إلى الآن ما حد التفت له ولا حد عمره شوف هذا الجسر يعني هذا البناء ما للقديم كله مفطر يعني عليها ساعة واقع والصير كارثة بهذه المنطقة فعلى المعنيين في محافظة البصرة دارة البلدية محافظة البصرة لجنة الخدمات أن تهتم بهذا الجسر وتعيد بناءه حفاظا على أرواح الناس لأنه أرواح الناس مو لعبة اللي يقولون إحنا جاي نسوي خدمات خليل تفتون الواقع البصرة وأبناء منطقة دويدي ناجدون الحكومة بالالتفات إلى هذا الجسر جزاكم الله خير ورسالتنا ومناشدتنا إلى كل المعنيين في محافظة البصرة